في بيروت أوقف اليوم حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامة المشتبه بتورطه في قضايا فساد في الداخل والخارج بحسب ما أفاد به مصدر قضائي فقد تم اعتقال رياض سلامة بعد أن استمع إليه النائب العام لمدة ثلاث ساعات بشأن شبهات اختلاس أموال مصر في لبنان تتجاوز أربعين مليون دولار